أجواء التوتر والجدل تسود ليبيا وسط مطالبات بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في الرابع والعشرين من كانون الأول الجاري بينما تنشط دعوات أخرى لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية وتدخل الغرب بدعم بعض الجهات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال إن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية هو القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس وفق تعبيره فيما عرض المجلس الأعلى للدولة مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في شباط المقبل وأن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب أربع سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي طالب أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد فيما سلمت مفوضية الانتخابات تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات بالمقابل فإن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تسابق الزمن لإجراء الانتخابات بينما قالت مجلة فوريين بوليسي الأمريكية إن الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام وأن هوس الأمم المتحدة بهذه الانتخابات على حساب القضايا الحقيقية في البلاد يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالا أما المجلس الرئاسي الليبي فقد شدد على الضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان جوبش إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات في ليبيا بات يلوح في الأفق مع تواتر تصريحات مسؤولين ليبيين عن صعوبة الالتزام بموعد الرابع والعشرين من كانون الأول الجاري لتنظيم الاقتراع الرئاسي في حين تبذل الأمم المتحدة مساعيها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد